مرحبا شونكم اليوم حابة أسولف إياكم عن همية الجنطة الجنطة ثم الجنطة ثم الجنطة جقد أني أحبها وجقد أهتم بيها شخصيا ودائما أختار أنه أركز على لون الجنطة يكون مغير لون الأوتفت ليش؟ لأنه المنظور السابق اختلف كليا شان قبل أنه الجنطة والشوز ويكلون نفس الماتيريال ونفس اللون دائما بس هسا المفهوم تغير وكل الموضة تغيرت نحن نقدر نعتمد الجنطة المناسبة بس مو شرط إلا لون نفس لون الأوتفت هاي تفاصيل كلش مهمة حتى أنت تكونين مواكبة الموضة وبنفس الوقت تكونين تريند بكل الأوقات هاي الأشياء أنا أركز عليها شخصيا لما أحب تبرز الجنطة مالتي وتكون التفاصيل مالتها مميزة فأختار دائما أوتفت هادئ وبنفس الوقت الجنطة مميزة هاي الأمور أحب أني تكون بعالم الخزانة مالتي دائما بس أهم شي لازم ننتبه أن الجنطة نفسها تكون ملائمة ويأجسامنا ليش؟ إنه بعض مرات البنات ما يعرفون للأسف يختارون الجنطة المناسبة لجسوبهم يعني البنوتة اللي تكون طويلة ونفس الوقت نحيفة لازم أفضل أن الجنطة مالتها تكون متوسطة الحجم أو كبيرة أو حتى الكروسباك هاي كلها تفاصيل كلش مهمة بالنسبة لجسمكم أما البنوتة النعمة والقصيرة فأفضل دائما تكون عندها جنطة صغيرة أو متوسطة بتعدي كليا عن جنطة اسمها كبيرة ليش؟ إنه رح تخلي الأوتفت ما تتظهر بطريقة مو صحيحة وبنفس الوقت جسمك أيضا يبين بطريقة مو صحيحة فأني أحب دائما أعتمد مختلف من الألوان بالجنطة بس بنفس الوقت كل إخزانة لكل بنوتة لازم متخلي عن الجنطة الكلاسيك اللي هي تكون موجودة وتستخدمها بين الكاجول وبنفس الوقت بين المناسبة يعني الجنطة الصغيرة اللي ممكن نعتمدها كماتيريال اللذر أو الستن أو القديفة اللي هو الدان الفالفت هاي للمناسبات أما الجنط اللي الكلاسيك أو الديلي يوز فتقدرين تستخدمين اللذر وبنفس الوقت حتى متيريا الآخر مثل اللينن أو اللذر الصناعي هيا كلها بعالم الجنط أنا شخصيا أحب أنبقي الألوان اللي تكون مميزة وبنفس الوقت ما أركز إنه إلا ترهم ويا الشوز لأنه مرات أكو جنط إذا نعتمدها أوكي تكون مختلفة كليا ويا الأوتفت يعني اليوم أنا مثلا هسا لابسة كاجول أقدر أنقي ملابس كلش طبيعي سوري أقدر أنقي الجنطة كلش طبيعي إنه هي تكون مريحة وكلاسيك وبنفس الوقت مختلفة عن الأوتفت ماتي حتى إذا اختارت اللون النود أو البيج هيا كلها ألوان بيسيك ومهمة إنه إحنا نحافظ عليها وتكون موجودة بكل خزاناتنا أنا شخصيا أحب إنه البنية تهتم جنطتها لأنه الجنطة مو فقط بس إنه نشيل أغراضنا ولا الميكوب ولا المتعلقات اللي إحنا نحتاجها الجنطة هي عنصر مكمل للأوتفت أو حتى مرات هي اللي تعتمد الأوتفت كليته بطريقة من أي توزت يعني الجنطة مكملة وبنفس الوقت شيء أساسي بس بليز حاولي تطلعين من الموضة القديمة أنه هي لازم تكون نفس لون الشوز أو نفس الماتيريال بس أهم شيء تكون راحمة ويا جسمك وبنفس الوقت ويا الأوتفت مالتش فهي التفاصيل كلش كلش مهمة لها سبب اختاري تلكم الجنطة الكلاسيك وبنفس الوقت الجنطة الإفنت والتي تكون ممكن المناسبة أو سهرة وبنفس الوقت الجنطة تكون دايلي يوز هاي الجنطة تعتبر صغيرة الحجم أوكي فأقدر أعتمدها بين سهرة وبنفس الوقت يعني طلع عصرونية عادية أقدر أشيل هاي الجنطة أما الجنطة الكبار فأني أحبب مش يعني لابد أنه تكون هي للشوپنج بس البنوتة النعمة خليها تبتعد كليا عن هاي الجنطة الكبيرة لأنها تطلع طريقة مصحيحة وياها بيسيكلي لازم يكون عندك النود والبيج والأسود والأسود ركزي على أنه هي تكون عندك الإفنت وبنفس الوقت كاجول هس رح أشوفكم شون ممكن تنهم الجنطة كل الجنطة هذي موجودة ويلا أوتفت ماتي بس أهم شي تعتمدين الأجسام الصحيحة تلبس هاي الجنطة وفي نفس الوقت الشوز يكون مكمل إلها تمام بإنموضة بالفضل أنا رح أركز وياكم على هاي التفاصيل وأتابعكم كلها مهمة لازم نشوفها